موسيقى سمع الموسيقى في رمضان يعني أن الإنسان من أحسن في رمضان وفي غير رمضان إن يبتعد عن كل ما يغضب الله تعالى وهذا الموسيقى هذه أشوف والحرام اللي يكون في باقي الأيام تشتد حرمته في رمضان كما أن الحسنة في رمضان تتضاعف على الحسنة الخراف فإن أيضا المعصية في رمضان يعظم وزرها لأنه ركف في أيام ربي سبحانه عز وجل يعظم الآجر في الحال وفي الزمان وفي المكان إذن هذا زمان معظم والشهر مبارك إذن قضية سماع دي الأغاني إذا كان حراما فهو أشد حرم في رمضان لك اسمه هو الغناء والموسيقى اللي هي حرام هذا بحر اختلفوا فيه العلماء كثير اللي هو باين واسمه هو اللي بين الحرام وباين ما شي حرام غادي نقولوه لكم ويبقى القلاف اللي حرام نيشها في الموسيقى هو اسمه هو اسمه هو اللي باينة اللي ما اختلفوش باينة واسمه هو اللي الكلمات اللي فيه الكلمة تفاجرة والخطيلات والفسق ها ها اللي بتفقن علي ديال الحرام موازين وأخوات يا الفيديو كليب واللي يجري مورا وجري مورا يعني اليوم مشي عاد كان بكلي غيغني لقوي تبقى تصور حبيبتي حبيبتي وكذا اللي مو اسمه هو حبيبتي وهنت ومشي حبيبتي وما ممستورة يعني ما بقاش تصور ولا شي هذا واش هذا كانت شو حادي يقول حلا الثاني اللي هو اللي هو ان شاء الله تعالى مباح هو اسمه اللي مباح اسمه اللي مباح زيد القرآن من اللي يتغنى بالقرآن زيد الكلمات الطيبة واللحن الطيب زيد زيد الأمداح وزيد معهم البندير لأننا نمسي قنفه ها هو زيد البندير صلى الله على محمد زيد زيد شوية بقى زيد شوية بقى زيد شوية بقى زيد شوية ها كنتو سروا على القرآن يقولوا هنا رجل غادي تدخلوا للمنطقة تعال خلاف هذا هذا جايز لك هذا الدير انتعال جايز اسمع مع رأسك في رمضان وليف غير رمضان القرآن والأنشيد وكذا وكذا هذا حرام واسمه تقال وسط هذا كنتسمي واسمه تحريره زيد موضوع النزاع تحرير موضوع النزاع واسمه تقلال اللي متفقين على إباحاته تقلال متفق على حرمته ويبقى النزاع فاش هذاك اللي فيه المشاكل ايه ووحد يقول اودي كما واحد العالم يقول حلاله حلال وحرامه حرام جمعوا علي كلام بن حزب في كتابه المحلة امام ظاهرية حلاله حلال وحرامه حرام يعني فيه الحلال وفيه الحرام شو اللي علماء مسجدنا التقوى اللي عطا مربي ما يجيش عندي واحد حاجة يقول حرام لأنه يخاف يقول حرام لأنه حرام ما نعرك يتقول ربع ربعه يوه ورها النص ورها النص ورها النص وليذلك هذاك اللي يبقى في الأخوار في الوسط هذاك نقوله كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما أمور مشتبهة الحالة الهوبيين والحرام هوبي وبينهما فمن اتقى الشبهات فقد يستبرأ لدينه وعرضه لأنه يبقى تسمع لهذاك اللي فيه الخلاط وخال كلمة مزيجيات والموسيقى بزاب وكذا وكذا والموسيقى تبقى تزيد تزيد ومن وقعه في الشبهات وقعه في الحرام كالرعية رعاة حول الحيمة وثانيا أنا اسمع لهذا الأغاني اللي دارينها كذا ينبتوا النفاقة في القلب والله يحفظوا يستروا واحد الطريق اللي تدك غين ذوك الجهة ديال المغنين واسموا الجهة بتاع المغنين فيها واسموا فيها الغينة كذا تدك غين ذوك الجهة تدك اللي ليه عمروش تشي حاجة انت على الغينة لا تدك اللي سدى ربي يا لي قل يا لي قل يا قل يا قل يا قل يا ريض السمم ريض يا ابلوكي ريتي اشتركوا في القناة